أبنى لكم أكثر لبيبليكاسيون اللي عملوا بارتاج وحاجة جديدة نيو نيو بعد شوية قادوا معنا خلنحكيوا على اخبار المزيين المهم والأهم اليوم 11 اكتوبر هو اليوم العالمي للفتيات تحية لكل بنوتا لكل مرة تونسية مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اللي مفاتيش انها اتهبت ببيبليكاسيون تحكي فيها على نهار وقالت انه ترحب تونس بأحياء اليوم الدولي هذا تحت شعار الجيل الرقمي جيلنا تؤكد ايضا التزامها بتعزيز المساوات التامة بين الجنسين ودعم الاستثمار المعرفي والرقمي للفتيات وتعزيز ايضا دورهم القيادي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عالم تحكم الرقمنا ووسائل الاتصال الحديثة والمبتكرة بين التعليقات فما اللي شافوا انه هذي حاجة جديدة وإيجابية انه وزارة تحكي على يوم الفتيات اللي كان يتعدى مرور الكرام وين اللي قالوا عيد مرأة عيد امهات عيد فتيات اي وينوا عيد الرجال واللي عملوا ليجا دور لي لايك وفي اليوم العالمي للفتيات تونس ايضا تصنعوا الحدث في حكومة تترأسها امرأة وفيها كفاءات نيسائية في بيدرة شافوها الناس في الكومنتير انها ممكن تكون مقصودة لرمزية نهارة ذيا وفما اللي شافوا انه تكريم للمرأة التونسية وفما اللي شافوا ايضا اللي اتحاتيات اللاجية مش انها تنجمها كان امرأة ما تقعد للمرأة التونسية هي اللي مشرفتنا وين ما كانت تقدها وقدود كما يقولوا وين ما تكون وكل عام وكل تونسية بألف خير مازلنا نحكيه على نساء المرأة ذيا بيك ديس لايك جينا من الناس اللي يقرأوا الاخبار ذيا وعملوا له البرتاج الاخبار من مستوصف العين البيضاء في ولاية القيروين وينصار اعتداء على زوز طباء نساء في وقت الخدمة بتاحهم ويتعمد واحد من المرضى انه يتهجم عليهم للأسف على تبيبها ذيا ويجبرها انها تكتب له سرتيفيكات بالصيف وزيد معناها يزم يكون فما الختم الكاشي السبب في حالة ملقوف سبيتار حالة من الغضب خالية سبيتار حفوز يحبسوا الخدمة السباح السبت في احتجاج على اللي سار وطالبوا بحماية للإطارات الطبية اللي قاعدة تخدم اعتداءات متوفيش على الناس قاعدة تخدم في خدمتها وحالة غضب نقرأها في الكومنتير اللي طالبوا بمعاقبة لعمل الشيء هذية واللي انتقدوا العنف اللي قاعد يصير في بلادنا واللي قالوا لا الاداري محمي لا تبي محمي ولا اي حد يخدم على روحه محمي الوين ماشين بهالعنف ونذكروا ايضا بالمناسبة بالاعتداء اللي سار على زميلنا بالتلفزة الوطنية السحفي اي من الحاج سالم والمصور السحفي علي بن سعيد واللي كانت ردت عليه نقابة وطنية للصحفين والتونسيين بالتنديد بكل اعدتاء قاعد يصير على السحفيين وقالت لهذه محاولات مجانية لإقحام الصحفين في الصراعات السياسية ونختم اليوم على لايك أو ديزلايك بما نحكي على الاعتداءات للأسف سامير الويفي مازالك يهبط بيبليكاسيون على الفيسبوك يحكي شنو اللي صار الولدته والاعتداء اللي تعرضته ويكتب بعينية الله وفضله نجونا في منفاجعة هذا الصباح فمنذ قليل اي حوالي لعشرة صباحا تتفاجأ امي وهي تدخل منزلها في الزبيدين بشخص مجهول يحمل سكين ويفتش المنزل وحين دهمته شهر سكينة في وجهها وكاد يعتدي عليها فظلت تتوسل إليه وتستعطيفه حتى تركها واكتفى بضربها على رأسها وفر هاي ريبان بعد افتكاك هاي اكتفها ارجو اللي يكون الاعتداء خلفية أخرى عدل الجرام ثقتنا في القضاء والأمن كبيرة هكي اكتب سامير الويفي ولطف علىه ويلدته هكي اختمنا احنا بيك ديزلايك للأسف منحبوش نحكيو على العنف لكن على ما يبدو معناها فيما خص اخيرا ذوما الحوادث اللي ساروا مناج ممكن نحكيو عليها بش نوري وش نوري ساير في بلدنا